مساء الخير على حضراتكم مساء الخير أستاذ إبراهيم وكل الزملاء في الستوديو نرحب بحضراتكم زي ما شايفنا دلوقتي إحنا متواجدين داخل ملعب التتش وهذا اليوم المتميز جدا والأعتقد بيسعد كل أهلاوي النهاردة بنتكلم عن احتفالية عظيمة جدا تاتشين النجمة العشرة على شعار الأهلي هذا اليوم اللي كنا بننتظره بقالنا فترة طويلة لكن كابتن محمود الخطيب حدد هذا اليوم والنهاردة كلنا بنحتفل كل أهلاوي في كل مكان في العالم بيتابعنا بنحتفل مع بعض وإن شاء الله هتكون احتفالية مشرفة جدا طاليق بحضراتكم وطاليق بكيان النادي الأهلي أحمد مساء الخير عليك مساء الخير نهواند ومساء الخير على كل الزملائي في الستوديو ومساء الخير طبعا على أصحاب الفرح والفرحة جمهور النادي الأهلي اللي النهاردة إن شاء الله هيتابع معنا حفل تاتشين النجمة العشرة أنا بتفق طبعا مع كلام كابتن هاني إنه يمكن التسعة بالنسبة لكل الأهلوية ليها طعم مميز ومختلف لكن بالتأكيد العشرة نجمة غالية جدا نجمة بتأكد ملحمة بتأكد تاريخ ما يقدرش يكتبه في القرى الإفريقية غير النادي الأهلي حقيقة يمكن النهاردة هيكون معنا مفاجآت كتير جدا وإحنا موجودين هنا على ملعب التتش الأرض اللي شهدت بصمات أجيال وأجيال وأجيال حققوا تاريخ عظيم جدا للنادي الأهلي أتمنى أنه كنت تستمتاعوا معنا النهاردة طبعا يا أحمد النهاردة زي ما أنت بتقول كده هيكون يعني في مفاجآت وفي أجندة جميلة جدا وفي تكريمات لناس محترمة جدا والنهاردة رموس يعني عديدة من النادي الأهلي حتى في الصابق بتحمل نحتفل بيها وبنقرمها وبنقول لها شكرا وفي كمان رموس حالية ونماذج كلنا كأهلوية بنفتخر بيهم وأهم الشيء كمان لازم نتكلم عن اللعيبة اللعيبة اللي تعبت يا أحمد اللعيبة اللي اكتهدت اللعيبة اللي كانت مضغوطة بشكل كبير جدا لكن يعني خلينا نقول الحمد لله كان أداء مشرف جدا فإحنا سعداء حقيقي بالإنجاز وسعداء النهاردة جدا عايز أقول لحضراتكم بجد يمكن للاحتفالية طبعا مقصورة على ناس معينة وفي يعني لست زي ما احنا كنا بننوه النهاردة في أول اليوم لأن طبعا فيه إجراءات احترازية لازم أن احنا يعني نخلي بالنا منها ولكن لو أقول لحضراتكم الناس قد إيه برا الصور النادي الأهلي الناس قد إيه فرحانة وكل الأعمار متواجدة ده يأكد قد إيه فيه فرحة في قلب كل أهلاوي بهذا اليوم تاني حرج عقول المميز جدا